الى مقام صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد الانهيان رئيس الدولة حفظه الله ورعاه رفع صحاب السمو عضاء المجلس العلى حكام الامارات وولياء العهود ونواب الحكام اسم التهني والتبركات بمناسبة عيد الاطحى المبارك دعين المولى عز وجل ان يديم على سموه موفور الصحة والعافية وان يبقى ذخرا وسندا ليواصل قيادة مسيرة الخير والعطاء والنماء جاء ذلك خلال استقبالي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الانهيان وليعهد ابو ضبيناي بالقادل على القوات المسالحة اليوم اصحاب السمو عضاء المجلس العلى حكام الامارات وسمو اولياء العهود ونواب الحكام في قصر المشرف فقد استقبل سموهما صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس العلى حاكم الشرقة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد نعيمي عضو المجلس العلى حاكم عجمان وصاحب السمو الشيخ حمد بن محمد الشرقي عضو المجلس العلى حاكم الفجيرة وصاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلى عضو المجلس العلى حاكم أم القوين وصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس العلى حاكم رأس الخيمة كما استقبل صاحب السمو نائب رئيس الدولة وصاحب السمو ولي عهد أبو ظبي كل من سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشرقة وسمو الشيخ عمر بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان وسمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي ولي عهد الفجيرة وسمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلى ولي عهد أم القوين وسمو الشيخ محمد بن سعود بن صقر القاسمي ولي عهد رأس الخيمة يرافقهم عدد من الشيخ والمسؤولين حضر الاستقبال سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد المكتوم وليعاهد دبي وعدد من الشيخ وكبار المسؤولين